السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع الجيد في الرياضيات للمستوى السادس صفحة 14 توازي وتعامد انشاءات هندسية نحن نتعامل رقم 1 من بعد محاولة شاهد رشيد من داخل الطائرة شبكة طرقية لحي سكاني فمثلها كما في شكل واحد حي سكاني شاهده من الطائرة فمثلها بهذا الشكل رقم 1 هذا الطريق وهذا الطريق هو بف الى آخره جيد انقلوا الشكل واحد ثم احددوا باستخدام رمز المناسب متعامدان او متوازيا هذا رمز التعامد وهذا رمز التوازي هنا مستقيمين متوازيين مستقيمين متوازيين لاحظوا في الشكل ما هي مستقيمين متوازيين مستقيمين متوازيين يعني لا يتقاطعان أبدا هم مستقيمين لا يتقاطعان بف ومج لا يتقاطعان لكي نتأكدوا بأنهم متوازيين ما هي الطريقة لكي نعرفوا بأنهم متوازيين كرسموا واحد عمودي على أحدهما هذه الطريقة ضعها فقط كرسم مستقيمين هم يمكنك ان تقاطع الحلوات على المستقيم جهاز مستقيمين متوازيين كين زاوية قائمة على الآخر كين زاوية قائمة على الآخر إذن هم متوازين إذن بف يوازي بف يوازي م متعامدان متعامدان كندروا زاوية قائمة بالكوس إذن هذه كين العلامة يعني إذا قدروا العلامة لا نتأكدوا كين زاوية قائمة لاحظوا من هنا مزيان ومن هنا يمزيان كين زاوية قائمة لأن في الكوس هذه الزاوية القائمة إذن A O و O F A O عمودي A O على O F جيد الآن أحدد النقطة إتقاط المستقيمين O G و B C لاحظوا A O J هذا المستقيم و B C هذا المستقيم إذن O G و B C نتقاطعنا حيث عندما مددنا لا نتقاطع 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 A O G A O G وهذا نتقاطع 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 الآن نتقاطع نتقاطع N اثنان انقلوا الشكل في دفتريتكم اضعوا الرمز المناسب تعامد او التوازي مكان النقط اذا اه دي مع السي اه اه دي مع سي اه نشوف هنا في شكل اه دي مع السي اه اه دي كينا زاوية قائمة اذا تعامد اه دي مع اف ج اه دي مع اف ج اذا لاحظوا هاد المستقيم اه سي عمودي على كلا المستقيمين لاحظوا اذا متوازيين دي او اف ج متوازيين او بي جي اش او بي و جي اش بينهما زاوية قائمة اذا تعامد او بي سي دي او بي و سي دي بينهما زاوية قائمة اذا تعامد جي اف او سي جي اف او سي بينهما زاوية قائمة اذا تعامد جي اش دي سي جي اش دي سي لاحظوا هاد المستقيم او بي على كلا المستقيمين اذا فهما متوازيين بي حدد مستقيمين متقاطعين ولكن غير متعامدين اذا نشوفوا شي مستقيمين مثلا متقاطعين ولكن غير متعامدين يعني ليس بينهما زاوية قائمة اذا مثلا نشوفوا دي او مع اش جي او بي وستحkład جي او بي مثال اش جي او بي مثلا اش جي او بي كيم بزاف لاجووبة اكتب ٣ نقاط مستقيمي tiers نقاط مستقيم اوABomat لديل رهب أَ و أَ و أاب و ألا monitore لديل مفترة أجد نقطع او أ! ود! وآ! او د! وآ! files! ثلاثة ثلاثة أنسخ الشكل وأنقلوه بدفتري بمعنى أن أدعوه في الدفتر أو أنقلوه بالاستعمال المصطرة وقلم الرصاصي. انشئ المستقيم دي المار من النقطة يعني واحد مستقيم دي مار من هاد النقطة وموازي لدلتا. اذا باش يمر من او يوازي دلتا. لاحظوا دلتا. هنا زاوية قائمة. يعني هاد المستقيم عمودي على دلتا. اذا يكفي ان ندروا العمودي. لاحظوا خصوة ندروا العمودي. هكذا. يعني تكون هنا زاوية قائمة. ثم نمدد. اذا هذا مستقيم اسمه دي مار من ا وموازي لدلتا. ماذا استنتج بالنسبة للمستقيم من دي ودلتا بريم. دي ودلتا بريم. اذا دي ودلتا بريم. متعامدان. اذا متعامدان. دي ودلتا بريم متعامدان. لاحظوا. زاوية قائمة. قائمة. لقالية تعليل على الجوابك. طبيعا نقوله لان دي يوازي دلتا ودلتا بريم عمودي على. اذا لابين التعليل. لان دلتا عمودي على. دلتا بريم. والد يوازي دلتا. هذا هو التعليل. لا تطلب مني التعليل. جيد. دوقي لهنا انهي صفحة 14 من كتاب الجيد في رياضيات المستوى السادس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة.